وذهبا إلى بغداد وبعد دخول العملية السياسية مأزق التوقيتات البديلة يقرأ محللون في تحديد متظاهري تشرين الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لتظاهري في حال عدم إنهاء الانسداد السياسي إنه منح القوى السياسية متسعا إضافيا من الوقت لتشكيل حكومة خدمية وطنية وإنهاء الانسداد السياسي في رئاستي الجمهورية والوزراء ويرى المحللون أن أعداد المتظاهرين أمس كانت قليلة جدا لأن تشرين المسيسة ليست واحدة بل أنواع مختلفة تجلي في الانقسام الصدري التشريني على المكان والشعارات موضحين أن تظاهرات بشعارين مختلفين لن تقود إلى زخم إضافيا ما يجعل من احتجاجات أمس بداية التفكير بعدم العودة إلى الشارع لأن التغيير الذي لا يحدث من داخل العملية السياسية ليس مضمون النتائج حسب رأي المحللين ويضيف المحللون أن عدم توحيد الرؤى بقيادات تظاهرات تشرين واستبعاد الجيل الأول من المشاركة سيقود إلى خلافات جديدة تجعل من الصعب حجد العدد الذي يجبر الحكومة على الاستقالة مثل ما حصل عام 2019 بعد أن تسللت القوى السياسية إلى داخل الهرم التنسيقي لتظاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر